اشتركوا في القناة هذي الكونترولر او من الاكشن اللي اسمها هوم اقوم بعمل ريندرنج للتمبليت اللي اسمه اندكس يعني اوكي كما وضحنا سابقا انه هوم لانا المفروض لما اجي استدعي سلاش هوم المفروض راح يعمل ريندرنج للصفحة اللي سخص الاندكس لكن المشكلة ظهرت لي خطأ يقول لي اوكي يقول لي انا ما عرف الاري هذي الاري انا ما معرفها السبب في ذلك ايش انت لما جيت هنا في صفحة الهوم استدعتها قلت له اعرض لي صفحة او اعرض لي الفيو الخاص بالاندكس هو اش راح يسوي راح يذهب لالاندكس ويقوم بعرضها لما يصل هنا اوكي نفذة ما عندي اي اشكال لكن لما يجي عن روبي فروم اكشن يعني البيانات اللي جاية من روبي اكشن اري ما راح يعرف شي اسمه اري لان ماكو شي اسمه اري اجا من الاكشن الهوم بمعنى ذلك انه انت لما تقول كلمة ريندر بمعنى انه انت فقط تستدعي تيمبلت فقط تستدعي تيمبلت معنى انه انت ما راح تستدعي شي اسمه اكشن اوكي هاي النقطة يتوضح لك يا عم اذا ما هو الحل ماذا لو اردت انا اوكي انتقل من صفحة الى صفحة ثانية يعني ما اريد انا استدعي الاكشن واستدعي التيمبلت ليس فقط التيمبلت لوحده هنا نستخدم الري دايركت فبكل بساطة هذه دعني واقفها من الكوت فقط اقول اوكي نقل لي الى من الى الكنترولر اللي اسمه ايش ابغط هاي علامة اعمالها اللي اسمه ايش اسمه الكنترولر الخاص بنا الكنترولر الخاص بنا اسمه منج فارزة والاكشن اللي اسمها اندكس الان هو يفهم يفهم انه انت لما تستدعي الهوم انت راح تنقلها ري دايركت تعملها الى كونترولر اسمه منج و اكشن اسمه اندكس لو عمل السيف الان وجيت نفسه على الهوم منظر هوم منج سلاش هوم نفذت راح ينقلني الى صفحة المانج سلاش اندكس والدليل على انه لو جيت سحة التيمبلت هنا ترى انه نحن كيف جرت العملية اول شي بدينا منج سلاش هوم و كيف عملنا الري دايركت الى منج سلاش اندكس كأنما اشتي تي بي ثاني حصل كأنما الهتي تي بي الاول اللي صار احنا طلبنا منج سلاش اندكس فلما وصل هنا هذا هو عمل اشتي تي بي ثاني اللي هو منج سلاش اندكس حطنا منج سلاش هوم واطلب منج سلاش اندكس طبعا بما انه الاندكس والهوم اثنيناتهم في نفس الكونترولر اللي اسمه منج فليس له داعي ان تذكر هذا السطر لانهم الاثنين ينتمون الى نفس العملية اثنين هم يفتو الوجدت نفذت من جديد الان اثنين هم ينتمون الى نفس الكونترولر اما اذا كنت تريد تستدعي كونترولر ثاني يعني ممكن يكون لديك ومية بالمية راح يكون عندك اكثر من كونترولر فالمفروض تذكر اسم ذلك الكونترولر اللي يريد انت ان تذهب الى وايضا ممكن تمرر برامترات يعني اوكي انا اذا امرر برامتر من صفحة الى صفحة ثانية عسين فالامرر الـ id بهذا الشكل الـ id تكتبها نقطتين id ليكن هذه العلامة ثم تقل الـ id عشرة وتعمل ران مرة اخرى نعمل باق للسابق ونعمل ران من هنا الان اوكي نقني لو تفتحها هكذا فرأى انه هو نقني الى صفحة الانديكس حاملا مع id اسم عشرة وجهت عملت رجوع انا هنا ايضا ما لدي امرر فقط id اسم عشرة اريد امرر الـ name لنقطتين هكذا يساوي الـ حسين فرح يمرر لي ايضا الـ name يساوي الـ حسين مع الذاتو وجهت هنا من الـ home مرر لي انظر الـ id عشرة والـ name حسين الى صفحة الـ home او صفحة هذه الصفحة اللي هي الـ index اذا الـ index الان ممكن تقرأ هذه البيانات وتعرضها لو جهت هنا اقلة الـ id ايضا انا عارفة بهذا الشكل اللي يساوينا parameters اقرأ لي الـ parameter اللي اسمه id اللي جاني ومباشرة اقدر اخذ هذا الـ id اللي اجا من هنا و اعرضها اوين اعرضها في الـ template الخاص بالـ index هنا اي مكان بسي مثال هنا اقول لـ h1 from http redirect اوكي هاي اللي اجتني من http redirect h1 هذا الشيكي بغض عبر ثم افتح هذي بالمية 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 يساوينا الـ id ثم اغلق الـ % كالعادة بهذا الشكل يعني كأنها معرض الـ id اللي يجتني من الصفحة تلك الان اعود اعمران المفروض انظر عملني ومرري الـ id رقم عشرة اوكي ونقدر حتى ميزة نقول له بهذا الشكل your id is هاي على المتد بهذا الشكل واخذ هذا الـ id اضعها هنا حتى يكون اكثر انتظام فقط اوضح لك اياه الان اجت عملت باق قدرت انه امرر الـ id من ذلك الصفحة الى هذه الصفحة your id is هالقد واقدر اضان امرر الـ name بنفس الحالة يعني بنفس الحالة your name is at name المفروض هنا واكيد الـ name هالالات يجب انه عارفة في الـ view من هنا من هنا اتنام يساوينا params لـ الـ name الممرر ايش اسمه الـ tag اسمه name فاقول له اوكي الـ name الممرر الان الاجت عملت باق اتاكد انه من الـ home انظر عملني قال لك your id is 10 your name is hussain ممكن انت تضع له فقط قيناتهم slash in slash bureau حتى يميزهم تعمل الـ run اذا تعلمنا كيف نعمل redirect ونمرر data من الصفحة الى صفحة اخرى ممكن ايضا نعمل نفس هذه العملية من داخل التمبلت يعني ليس له داعي ان امرر هذه الـ data من داخل الـ home اريده لا انا الـ home عندما تعرض الـ home الاصلية هذه الـ home تعرض شكل طبيعي واعمل لـ link لتلك الصفحة ايضا عملية سهلة اذهب الى صفحة الـ home من هنا واقل لا عنوان بالمية يساوينا link underscore to افتح قوس ما هو عنوان الـ link حسنا مثال go to index هاي العنوان اللي اريد ان اعرضه ما هي الـ data التي اريد ان امررها فيها فقط اضع فارزة و افتح قوس و اغلقها و امرر الـ data التي اريدها طبعا دعني انه هذه العملية واكتب ما هي الـ data التي امررها اول شيء امرر الـ action بما انه اني نفس الـ في نفس الـ controller فليس له داعي امرر اسمه controller فمرر فقط الـ action الـ action اذا اروح لها هي index و الـ id اللي اريد امررها لنفرض يساوينا 50 و اريد الـ name اللي امررها بساوينا بهذا الشكل نفرض حسين احمد يعني حتى اوضح لك انا ايش عملت انا قلت لك اوكي عملت link الى صفحة عنوان الـ link يقول لك go to index الـ data العملية الرح يأديها هو رح ينتقى الى صفحة اسمها index موجودة في نفس الـ controller فليس له داعي ان اكتب نقطتين controller كذا الشكل manage ليس له الداعي لانه كما اتفقنا نحن في نفس الـ controller اذا كان لديك control الاخر يجب ان احافظ عليه و اكتب اسم ذلك الـ controller الى اللي اذا نذهب له انا في نفس الـ controller ليس له داعي هاي العملية اعرف الـ action اللي اوديها اعرف الـ data اللي اوديها اوديها ممكن تمر مزيد من البيانات فقط اضع فارزة الى اللوني اولان اهلا انظر عمل لي link انظر لنك لو جهت تعملت لـ انسباكت ايضا ترا انو لنك بشكله اعتيادي يعني لنك اعتيادي لنك عادي اسمه A HRF الـ manage slash index انظر بنفس اللينكات اللي نستخدمها لنك في الفيسبوك ما يذلك يقول لك سوف ينتقل لصفحة اسمها manage اكشن اسمها index ال id اللي راح ينقلها 50 او ال name اللي راح ينقلها حسين احمد الان وجد نفذت المهوضة راح يعمل لهاي العمل ال id اللي نقلها 50 وهو موجود هنا 50 وال name اللي نقلها حسين احمد هذا هو حسين احمد لان هذا الشيء ببساطة راح توضح لك يا انظر كيف عمل المعارج يحول لك الكلم من ال link to الى الوضع الاعتيادية ايضا انت تعلم انه بما هو استخدم هاي الطريقة انت ممكن استخدم هاي الطريقة حتى تمرر من صفحة الى صفحة ثانية يعني ممكن حتى تنقل من صفحة الى ثانية تستخدم اسلوب ال a وتنتقل كاجتمر اعتيادي تنطي فقط ال hrf تعطي اسم ال control اللي يكون manage ثم اسم ال action اللي راح يذهب لها لتكون اه home باعتبار هكذا و بهذا الشكل اتوقع home واغلق ال a وهذا الشي كيف وهذه المفروض هو يذهب يعود من تلك من ال home من هذه يعني من ال index يعود back من هنا يذهب لك الى ال home يعني من ال اذا كان في صفحة ال index راح يذهب الى صفحة اسمها manage home اسمها اذا الان لما اذهب الى go to home هذه هذا وضع لها يعدني back يقول لي action the action manage could not be found for manage السبب في ذلك انه انا في نفس ال controller فليس اهو داعي ان اذكر اسم ال action اسم ال controller ما لا داعي هنا فاذكر فقط اسم ال action اللي اذهب لها انا لانه انا في نفس ال controller الان لو جد ادت باقي مجدنا فتر عملية go home انظر رجع لي باقي هذي نبي له هذي وهذي تعود الى هذي حتى انا لدينا الدرس شكرا لك وفي امان الله وفي نهاية هذا الفيديو نود ان نقول لك شكرا لحسن متابعة هذا الفيديو مع قناة بغداد الجديدة ولا تنسى قبل ان تذهب ان تعمل ثلاث امور الاول ان تقوم بعمل subscribe لهذه التشانل والثاني ان تقوم بعمل share لهذا الفيديو مجرد ضغط الزر في اسفل هذا الفيديو مع اصدقائك في مختلف وسائل التواصل الاجتماعي والامر الثالث ان تعمل لايك نعم اعمل هذه الامور الثلاثة قبل ان تذهب واهلا بك